بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين أبناء طلاب الصف العشر وفي الدرس الأخير من مادة التربية الإسلامية للفصل الدراسي الثاني الدرس الثاني والثلاثين بعنوان الاحتكار صفحة 137 رياض ومدارس جامعة الزرقاء ثنوية البنين أبنائي سنتعرف على مفهوم الاحتكار في هذا الدرس معناه وهو الامتناء عن تقديم منافع وخدمات يحتاجها الناس وترفع المشقة عنهم من أجل زيادة الأجر يعني المقصود فيها أنه شخص يمتنع عن باء بيع مادة ويخبئ هذه المادة في مخازن أو في مكان فحتى يرتفع السعر يظهرها ويبيعها للناس بالسعر الجديد ويكون الهدف منها زيادة المربح حكم الاحتكار في الإسلام حرام لماذا؟ علل حرم الإسلام الاحتكار لأن الجواب لأن فيه إضرار بالناس واستغلال لحاجاتهم وتضييقا عليهم وكذلك هو نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ما هي أثار الاحتكار؟ أثار الاحتكار أولا يقلل من حرية المنافسة بين التجار اثنين يعرض مصالح الناس للضرر إن فئة قليلة تتحكم في مصالح الناس فترفع الأسعار وتنزل الأسعار يزيد الفقر والبطالة في المجتمع وهذا يؤثر على علاقات المجتمع واقتصاد ما هي وسائل منع الاحتكار؟ وسائل منع الاحتكار أولا ضبط الأسعار ومراقبة من الجهات المعينة من ولي الأمر أو من يعينه ولي الأمر اثنين زيادة عداد المنتجين والمستوردين للسلاع ثلاثة تشجيع الاستثمار ووبث روح التنافس كذلك إنه الدولة أن تضرب بيد من حديد وتنزل عقوبة على من يحتكر فبالإسلام أنه يمنع الاحتكار وتفتح المخازن ويباع بسعرها العادي لذلك الاحتكار هو من أسباب ارتفاع الأسعار بشكل جنوني لأنه يمنع السلع إنها تخرج للناس أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الفصل خير وبركة على الجميع أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا الأمراض والأوجاع والأسقام وأن يجعل بلدنا الأردن آمنا مطمئنا سخاء رخاء غدق وسائر بلاد الإسلام والمسلمين والحمد لله رب العالمين